بسم الله الرحمن الرحيم ومشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من تحت اللمبة ونتواصل معكم اليوم في موضوع يتعلق بالمراكز الثقافية يا ترى هذه المراكز الثقافية المنتشرة في مدن عديدة في السودان هل هي التي تؤدي إلى زيادة في المعرفة أم هو ما الفراوح اخترنا يكون دا العنوان عشان نتعمق أكثر ونغوص في تفاصيل هذه المراكز الثقافية ما تقدمه من مستوى من المعرفة ورواد هذه المراكز حجم المعلومات وحجم الثقافة اللي ممكن هم يلقوها وعدد من المواضيع الأخرى الناقشة لكن هنتكلم فيه أكثر مع الأستاذة نهاد أحمد محمد أهلاً سهلاً بكم أهلاً سهلاً أهلاً سهلاً الله يخبرك وانا الأزعاد ومعنا برضو الصادق جلال عبدالله مرغم أهلاً بكم أحبكم ما بعيدين من العمل الثقافي والوسط الثقافي قريبين منه لكن لرينا نشوف بشكل مبسط في البداية أشكال الخدمات اللي بتقدمها المراكز الثقافية الموجودة عندنا في السورة أول حاجة أنا ببدأ بتكسيم نوعية الخدمات أساساً أكثر الثقافية بتتضمن عدد شرائح من الشباب الشباب اللي لسه بيقروا والشباب المتخرجين وشغالي هي الاستفادة بتاعتهم بتكون على الناحيتين يعني أنا لسه شاب أو شابة بقرأ في الجامعة بقدر استفيد من المراكز بطريقة تقدر تأهيني بعد ما أنا أتخرج أو بعد ما أنا خلص الدراسة بتأهيني لأنه أكون على الأقل عندي خبرة للمجال العملي مستعد للسوق العمل دي من ناحية من ناحية تانية بالنسبة للناس الأوريدي شغالين بتحاول بتطور منهم من ثقافتهم من إنهم اندماجهم مع المجتمع أسأل تقريباً السوشيال ميديا مخلت حاجة لكن برضو هي بتساعد في إنه بتعمل روابط بين المجتمع يعني face to face أحسن من الفيسبوك ملتقة بيعمل كميونيتي ومرقت منها كمية من المبادرات يعني المراكز الثقافية دي كويس يعني لممينا بعض الخيوط الأولية لكن الصادق يعني لو أرجنا عليك الام أستاذ النهاد وقلنا إنه روادة المراكز دي يعني هل هون فعلاً من الشباب اللي يعني حابين إنه ينزوي في العمل الثقافي وإنه مهتم بالثقافي وعايز يزداد معلومات أكثر ولا في بعض الأحيانه يكونوا روادة من العاطلين والناس اللي ما عندهم مشغلوا ولاقيهم مكان يتجمع فيه وخلاص والله طبعاً بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم يعني ممكن نقول النسبة متفاوتة على حسب الشباب لكن أن إحنا كمراكز ثقافية في السودان مثلاً أن إحنا منستقبل الشريحتين أن إحنا بالنسبة لنا المراكز الثقافية دي ما موجهة للشباب بس موجهة لكل الفئات العمرية من الأطفال اللي هم في سنة المدرسة السنة المدراسة الأولية وحتى يعني الشباب أو الكهول سنة الأربعين والخمسين الثقافة ما عندها الزمن ما عندها إحنا بنعاني من غض العصر اللي هو اسمه التوتر المرض دار إحنا بنعاني بكيف بإن الواحد يطلع من الروتين الروتين قاتل بتاع الشغل لاجب ترجع من الشغل وكون عندك رياضة يهما بدنية يهما عقلية سواء مسرح سواء سينما سواء قراءة سواء تمثيل سواء الحالية اللي انت بيتشوف نفسك فيها فالثقافة بالنسبة للإنسان يعني غزاء للروح وغزاء للعقل وشوفنا أوروبا بعد الطفرة التكنولوجية اللي حصلت رجعت ألمانيا وأوروبا أولندا رجعوا لمسارحهم رجعوا للفن رجعوا للحياة الروحية لأنه يعني عايشين نوع من الخواء الفكري الإنسان أصبح مثل المكان المكينة بيشتغل وبيرجع ما بيفرق إلا في عطلة الأسبوع فحاولوا يدخموا الثقافة كروح والإنسان يسمو بيها وبيكون انت بالنسبة لك الحياة يعني عندك فيها عطاء دل بالدرجة الأولى المهام يعني انت في مركز عبدالك كريم مرغني روادكم نسبة مكمة بين الشباب والأعمارة المقدمة والله أنا ممكن أصنف لك نسبة الشباب يعني عندنا في مركز عبدالك كريم مرغني أكثر من 65% هي الأعلى هي الأعلى وتقبل بشراهة كبيرة جدا جدا للقراءة يعني استعارة الكتب وللمشاركة في البرامج الحوارية الثقافية الندوات السمينارات ورش العمل حتى في جوائزنا عندنا جهاز الطيب صاح 65% يعني نسبة كويسة بالنسبة ليكم انتم لكن مستر زنهاد لو راجعنا وقلنا أنه في ناس بيقولوا أنه الإخبال للشباب على المراكز الثقافية دي هو بالمعدل العام ضعيف افتمال عبدالك كريم مرغني أن عنده معادة كويسة أنا بعقب على كلامه بالعكس بقول لس الشباب بيقى عطش شديد لكل المعلومات ليه؟ لأنه بيقى سبحان الله هي المعلومات متوفرة لكن باز عايزة الزول يرتبة ترتيب يعني استراتيجي كده في محو إنه أنا عايش هنا بالضبط وعايزة صلوين تبهم في ورقة عديل يا أخوانا this is my plan يعني أنا عايزة صل في الحتة الفلانية 65% زعت أنا شايفة بسيطة لأنه يعني أنا شايفة يعني أنا في مستوى الجامعات يعني دايما بيركز الشباب أو أتكلمون عن الشابات لأنه دايما في مركز ثقافي عنده ورشة تدريبية في مكان ما وعنده في ورشة عمل في مكان ما فأنا بشوف الإقبال ليها بطريقة بطريقة يعني زيادة كبيرة وممكن لو عمالنا تاني الحد نهاية السنة دي تاني إحصائيات ممكن النسبة دي تزيد دا المتوقع دا المتوقع بالشكل عام الناس اللي مرتادين المراكز الثقافية دي هل هوا من الفئة المثقفة من الناس اللي حياته مرتاحة أصلاً ما عنده ومهم ومشاغل عشان كده يعتبرهم بعض الناس إنها هي عبارة عن نوع من الترفيه والبريستيج كده دا إنهم بمشي مركز ثقافي بيشارك وغانش طو كده ولا في إقبال من كل الشباب يعني مختلف الاهتمامات ترايحة العمرية الفوق الخمسين سنة أو الستين سنة اللي هما الفئة بتاع المتقاعدين عندنا هما الناس العاطلين لكن الشباب عندنا مثابرين جداً جداً وحتى الزمن موزح توزيع دقيق جداً ما بين الجامعة وما بين الشغل وما بين المراكز الثقافية وما مركز واحد يعني أنا أعرف يعني العديد من الناس اللي هما في المركز الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الإنجليزي ومركز جوتا ومركز عبدالكريم والعديد من المراكز وبشارك بكل نشاط والحماس بفعاليات كلها بل وبيتطوع لأداء مهم حتى ما تكون من صميم يعني عمالة ثقافة العمالة التنظيمية فأنا بقول إنه الشباب يعني فيه الروح وزي ما نقوله المسألة الديني الشباب أعطيك ثواء إنت عدد الديني مسرح أعطيك أيوة طيب، إنت لهك شي مهم نعم، إلا أناس نحن هنا أن أطبق طالبات في الجامعات فتحقاها تعرف بلانغوش بإنته إسباني، آلبماني، أتأكد تعلموا من وين يعني نعم، نحن عنفنا بتاع تلك الشمار يعني وأيوة تعطيك حياة هذه فزول هو براه هو هو الطالبات بيبحثوا براهم بيتهدوا براهم بيجانب الجراية بتاعهم عندهم جزء اهم بالنسبة الدراسة الجامعية بالنسبة الهم بيركزوا على النشاطات الخارجية تجد الزور يعني متوقف لدرجة انه بتقول يا ريت لو الزمن رجع بي كمان شوية لو كنت قريت وعني شارك البدري جانا بعض الناس بقولوا ان الشباب ديل بركز صغافية بالنسبة لهم برمجة عشان نعملوا لهم موضوع ولايب وناس ويصور صور سيل فيهم ولهم طلعات ومطائم انا هاخد من ناحية ايجابية انا اتعرب على جديدة اتعرب على الناس بيضادة بالنسبة لي اضافة ليه اضافة لانه يعني انا كل ما اكون ظاهر في المراكز الاجتماعية كل ما اكون يعني اسمها شو هي يعني لازم اكون يعني متواجد في الاماكنة زي دي ليه عشان الناس تعرفني عشان انا ما معروف الظروف فالناس دي ما نحنين سودانيين ندعاهم مع بعض لما انتجي حاجة بقولك اه ايجيب فلان جبل فلانة 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 عارفوا كيف ما لم تكون ظاهر في كل المراكز الزي دي ما لم تكون متابعة الاحداث والتطورات والحياة اللي بتحصل في المجتمع طيب ليه ما ثقافة عامة يعني ليه بيكون في فئة معينة من الناس حتى شكلهم زيل بيشبهوا بعض كده ده بيكون هما اللي في المراكز الثغافية ولا بسين نفس الشطة لكن هل الناس ديل هم فهموا واحد وبيئاتهم الحياتية واحدة ولا الموضوه ده منتشر على غلبية الشيء انا ده يرسل للنقطة دي بالشكل المهم يعني لانه في ناس بيعطب الرواد المراكز الثغافية ديل هم فئة استخراطية كده او ناس مرتاحة ما عنده هموم يعني والله انا اختلف معك طبعا يعني اعتبار انه نعم عائلة نعم عائلة اعتبار انه انا الفئات العمرية عندي الشريحة عدبة اللي هي الشريحة الثانوية والجامعية اكتر ناس نسبة الإقبال بتاعتها كبيرة ونسبتهم الموجودين هم ذاتهم الجامعين حتى متوجدين ساكنين في الداخليات اللي هم جايين من خارج العاصمة المثلثة ويهتمين جدا جدا بالثقافة ومالين وقتهم جدا جدا بالموضوع الثقافة ده ويحاولوا انه ينهل من معين الثقافة بقدر الإمكان عشان يعني يتميز ويميز نفسه زي ما قاتل باستاذ نهال ويحس انه عنده فترة زمنية معينة مفترض يعني يجبت يعمل فيها لغات نجيس فيها نسبة يميز نفسه دي يعني دي بتخليه شنو لان بيجي سوق العمل متطلب شديد فانا لازم اميز نفسي بحاجات انا اقدر انافس با بعدين في سوق العمل غير شهادتك الاكاديمية غير شهادتك الاكاديمية مستوى ثقافة برضو مطلوب صح مستوى ثقافة برضو لانه اي شركة او اي يعني كامباني بيكون عندها متطلبات بصايد الاجراء انت جريتا فانا عشان اقدر تكوب مع الحاجات دي انا لازم اكون اندي وعي ثقافي لدرياء تقدر تأثيني انه انا التحق بوحدة لشرفات الله طيب اضافة الى ما قلتوا يا استاذ انهادي يعني شنو الممكن تاني تخلق المراكز الثقافية دي عند الناس او الروادة شنو الفواعد اللي بتعود على الشباب او الناس كلهم يعني بشكل طيب عندنا احنا في المراكز التخافية المحلية الديهة السودانية يعني انا دير ادر اقول لك في ال 15 سنة والعشر السنيني الفاتد ان احنا اتشفنا مواهب في السينما مواهب في المسرح مواهب في كتابة القصة القصيرة والرواية وحتى من الجنسين ولا اكون مبالغ اذا قلت يعني ان حواء تميزت عن ادم في مجال الكتابة والابداع الشعري وعندنا في المركز عبدالك المرغاني جائزة الطيب صالح لابداع الروايه اجازة الطيب صالح القصة القصيرة وعندنا يعني محاولات شعرية كثيرة جدا جدا ناجحة وانطبعت في كتب ومحاولات قصصية ممتازة جدا جدا وانا بثمن الحاجة دي وانتقلت الى مرحلة يعني ما نقول العالمية لكن المرحلة الاغليمية عندنا كتاب يعني فازوا بجوائز ممتازة ويعني اعمالهم ترجمت الى يعني العديد من اللغات وحتى الكتاب العالميين وحتى دور النشر العالمية يعني زمان احنا كان نقول الطيب صالح ثاني نقول منه يعني واحد اثنين حتى في مجال الفن الرسامين عندنا ناس برسموا لوحات ممتازة جدا جدا تتعرض في المركز الثقافي الفرنسي وطلعت بره وفي المركز الثقافي الألماني وعندنا مواهب كتير جدا جدا لقت نفسها في مجال يعني في المجال اللي هي بتبدع فيه ونحنا السحالين في العولمة يعني احنا بنعيش العولمة زي ما قلنا يعني ما في حاجة اصبحت يعني العالم اصبح قرية صغيرة مجرد ما انك انت تكليك يعني انت عنده عالم افتراضي يعني بيشكل تحديات المركز الثقافية المحلية لكن بنحاول نحنا يعني ونقول نقفز فوق المشاكل اللي بتواجهنا دي أو التحديات اللي بتواجهنا عشان نخلي فئة الشباب برضو يعني تكون ملاحقة لحدث أول بأول ونحاول يعني ناخد منهم ثمرت الجهود كلها يعشان يعني نصيغ الإنسان السوداني لأن الثقافة مهمة جدا جدا تشكيل بعيد الإنسان حتى لو تلاحظ ان المركز الثقافية دي زي انتجت جيل كده مختلف يعني اهتمامات وثقافية مصطلحات والتعامل في الحياة السليم لكن لو جينا دائرين يعني نقول عن النتاج الناتج النهائي للمركز الثقافية والاهتمامات الشباب يعني شنو الحاجة اللي غير اللي زكرة الصادق شنو الحاجة اللي ممكن احنا او هي غرض مطلوب لقدام ممكن انو نصل به من الرواد يعني اه احتمال زيادة التوعية بالنسبة للشباب التوعية بشنو باهمية المراكز دي القيمة الفعلم بتضيفة لك انت بعد ما تتخرج كطالب ممكن تضامن كل المراكز الثقافية مع بعض عشان انتجوا يعني يكونوا تحت مظلة واحدة مع عارفة تحت وزارة الرعاية والشباب وكدا فدي ممكن كلها تضامن مع بعض تبقى كلها نتوارك واحدة بحيس انو انا اي مجال داخل هذه المراكز الثقافية متبر نفسي اكاديمي ثقافي يعني اي حاجة بيحس انو الشاب ده او الشابة تطمح لها هي تتوفر عندهم بس كلهم يكونوا تحت شنو امبرنا واحدة طيب لو جينا نتكلم شوية عن المراكز الثقافية الاجنبية العاملة في السودان يعني زمان نظرية المؤامرة ده سايدة يعني انو المراكز الثقافية هي عبارة عن واجهات لأعمال بتاع التغيير الثقافي ومجتمعي او اراضي استعمارية وما الى ذلك يعني وفئة كبيرة من الناس كان مقتنعة بالموضوع ده وحتى انو كان عليها رقابة ومتابعة وكدا استيل الان يعني عندنا مراكز ثقافية اجنبية قدمت بعض الحضارات بشكل كويس وشكل راقي شالوا مننا وشنا منهم الكثير لكن السؤال هل يعني المراكز الاجنبية ده قادرة على ان تسجل ضوابط بثقافة المجتمع السوداني وباهتماماته وبحدوده اللايقة فيما تقدم من اعمال ولا هناك بعض التجاوزات اللي ممكن نقول عليها هي يعني ما مفيدة ما نقول مدير مضرة اوسية لكن نقول ما مفيدة او غير مرغوفية وجود الكلام ده والله يعني من وهيات نظري الشخصية طبعا بدون تمثيل لا لا من خبرتك انت يعني صادق مركز كبير ومتابعة انا بقول انو المراكز الفقافية الاجنبية يعني عندها رصيد ممتاز جدا في السودان لكن انا بقول انو يعني في الوقت يعني في السنين الفاتتة البسيطة دي اللي هي ثلاثة اربع سنين بيسنتلي بيتبكز على فنون معينة من الغناء والحاجات يعني ما بتهم المواطن السوداني بالشكل يعني الملح نحن عندنا في مركز عبدالكاري مرغاني بيتكلم عن الهوية السودانية لانو جماع تشكيل اي يعني جبها عريضة في اي شعب عشان يكون متقدم وعشان يكون ما يشيل للامام بيعين اي واحد يكون عارف تهريحه ويكون يعني حاسب انتماؤه بهويته عندنا هويتنا يحمي السودانية جبنا المسرح السوداني جبنا الفلكلور السوداني من جميع انحاء السوداني جبنا الغنى السوداني وثقنا للشعر السوداني جبنا الوثائق البريطانية السودانية بعيون اجنبية ترجمناها للسودانية في 12 فوليوم نزلناها كان في العديد من الاصدارات الباقيين عاملين زيكم؟ يعني بصفة عامة يعني ندري تخليلين الموضوع عام على كل المراكز السودانية والله المراكز الثقافية السودانية كله له يعني زي ما بقوله اجتهادات اجتهادات والمركز السوداني طيب الاجنبية الاجنبية انا لا اقول لك ان عندها اجندة معينة لكن اهتمامات الثقافية في السودان في حدود معينة وأظن ان ذلك شأن القائمين عليها هو هو فى النهاية المراكز الثقافية سيقدر تقدم ثقافة بلدانةبحى 올�ادة لشعب السوداني نسي وسط University لكن هل هالروادة من ابناء السودانيين متفهمين لهذا الجرط يعني انو انت ذارين متعلمن ثقافة الاهenda لكن مادارين يرّبوك علي يعني انك بتلبس جيدهم ما بتضرورة تكون نصوك وتشاهد وثقافتك وتفهمك انت ما عايش فى المانيا إنت ما عايش فى بريطانيا ihnenت ما عايش فى فرنسا هنا في مئة من المعاهد الفرنسي والبريطاني تخيال لي كل الشباب مهما كانت تجربتهم في المعاهد دي ما زيدنا من أنت تكون هم ما هيحكوسوا لك صغافة بلدك وانت قاعد في بلدك فبالتأكيد تشيل الحياة اللي انت دائرة منهم وبعد ذلك تكون قاعد في نفس الاريا هم ما هيحكوسوا لك صغافة بلدك هم ما قاعدين في بلدك هم ما بعلم صغافة بلدهم هم هذا معنات أنه بس أشيل صغافة بلدهم هم وأخذتها كنوع من المعرفة والتواصل معنا يستخدم القوى الناعمة اللي هو هو بيكون نموذج في حد نفسه إذا انت اقتنعت بالنموذج ده فأكيد هتحتذي به وبالتالي هو بكون فرض ثقافته بطريقة يعني ناعمة على الارواد المركز الثقافي يعني إذا كان يعني في شريحة زين تأثير عندكم معلومة عن الضوابط الشغالة بها المراكز دي؟ يعني عندها ضوابط معينة شغالة بها الدولة محددة لها مسارك؟ أيها طبعا عمدنا اليوم من وزارة الفقاطر من وزارة الخارية لأن عندها المراكز الأجنبية دي من طروب التمويل من عدد الهجانب في السودان من الحدود بتحت البرامج المعينة حتى المراكز السودانية يعني عندها ضوابط معينة يعني حتى الحفلات عندها يعني مواعيد معينة البرامج الحوارية حتى المنتديات لا بد أن نكون عند التصديق لأنه في إقامة ندوة في العديد من الناس حتى يجي تحضروا كده وكده فالسلطات منظمة المعضوة ده وعام بليه ضوابط والمراكز شغالة يعني طيب على نفس النساء يعني مراكز الثقافية السودانية بالخارج اللي هي مفهور تأدي رسالة برضو زي ما المراكز الثقافية هنا بيتأدي يعني هل براكز الثقافية بالخارج مأدي الغرض كما ينبغي معرفة بالثقافة السودانية بكيس خالق اندماج مع المجتمعات الثانية اللي هي شغالة فيها مجتمعات العربية والأوروبية قادرين نخلقوا التواصل معاهم في وفود بيتأجي بيس مراكز الثقافية السودانية في الخارج بيتطلعوا تتقابلوه منتو أو بعملوا عنشطة في السودانية والله أنا ما عندي فكرة عن مراكز الثقافية السودانية خارج السودان بتعمل إلا في نطاق محدود يعني في نطاق التعريف بالهوية في نطاق المدرسة السودانية في المدارس السودانية في مجالة الجاليات السودانية خارجاً ده حاجة مهمة جداً ربط الناس بوطنة بربطة بربطوهم لكن أنا معرفة في تغيير بكم حاصل لهم في الخارج يعني مهما كان ماذا ينامين تتكون قاعد في البلد يعني كبير يتكلم عن المركز بطريقة حلوة شديداً عجبتني لأنه قل لك إن إحنا بيجينا نوري التاريخ بتاع البلد نوري كل الحاصل في السودان فدي تقدر كده تفوستر الحاجات بالنسبة في رؤوس الشباب يعني فدي حاجة إحنا يعني صراحة فاقدينها فممكن دي فايدة المراكز الثقافية السودانية الشوالة في الخارج عنا عندي مداخلة هنا يا أستاذ يعني أن إحنا في السودان عنا مشكلة يعني إحنا ما دارين نجفي الرأسنا في الرهم يعني أن إحنا عندنا مشكلة بتاعة هوية عندنا مشكلة بتاعة يعني انتماء عندنا تنوع كبير جداً جداً ما قادرين نحكم التنوع دة عشان يخلينا دولة عظمى لأمريكا مثلاً أو زي أستراليا أو كندا نحن دايرين نلعب في التنوع ده عشان يخلينا نحن نكون وحدة وحدة دايرين نصخر جميع المكونات عندنا مدرمان لتمثل السودان المصغر السودان كله دايرين يكون زي مدرمان اللي يجي مدرمان بيقول لي يا أخي انت منو أنا ودي مدرمان أنا سوداني أنا ما عندي هوية معينة أنا ما جاي من الشمال أو الجنوب أو الغريط أو لا أنا مدرماني أنا سوداني دي كانت كفاية جدا جدا عشان كده نحن لما الناس كلها تكون في ثقافة واحدة الناس تكون كلها بتسمع هنا واحد الناس بتكون كلها يعني ملمة بثقافات الفلوكلور والغنى السوداني والمسرح وحتى اللهجات عندنا كتب كثيرة حتى الأحاج بتاعة الأطفال بتاعة النوم نزلناها في كتب على أساس أنه الناس تكون وعية بمفردات السودانية العامية من المشلعيب الكابدلو الكنش السفاروغة الحاجد طبعا جرعات مقتلة لأنه الزمن نحن فقدنا الحبوبات فقدنا الجيل الثالث والرابع مع مشاغل الحياة ومع الانتقال من البيوت الكبيرة للشيلة الصغيرة أنا سأردف لك أنه الحياة هي بيقتت قاعدة وراسخة لكن بدخول التكنولوجي بيقت يعني أنا ما عارفين الموضوع الهوية السودانية مفروض يدفن ليه مش يدفن هو يتطور بطريقة التكنولوجي يعني ممكن الحكاول الناس يكونوا يتكلم عنها تنزل في يوتيوب تنزل في موجودة يعني بطريقة بشنو بس هؤلاء تنقل نقلة نوعية من الحياة التي كانت في الغدو التقليلية للتكنولوجيا أكيد طبعاً إحنا مهم الجراعات هي كافية يعني نقدر ردو الجراعات الصغافية المقدمة في المراكز هي كافية لأنها توصل الأهداف التي تكلمت عنها بالله يعني حسب الظروف والملابسات الحاصلة في البلد والإمكانيات ليس بالإمكان أحسن مما كان شايفكم ما تكلمت عن الإمكانيات كله كله قدنا هذه المراكز يعني أمور مستطبة لأن المنظمات الهنيبية عندها مدعومة من دول المراكز الثقافية الهنيبية مدعومة من برر المراكز الثقافية المحلية اللي هي كلها غير ربحية بتحتمل على منظمات المجتمع المدني الثانية والشركات والمؤسسات الحكومية والحكومة الدولة دعمة أو إذا التصرافة دعمة بشكل كويس والله وذات الثقافة يعني أنا ما أقول لك أنه السنين الأخيرة بدت تتعامل مع يعني تضعاط مع الموضوع وحسدوا قيمة الثقافة والحوار الوطني والمطلوبات يعني التحول الديمقراطي وبناء المجتمعين وبناء المجتمعين لأنه يعني في النهاية لابد إنك يعني تتعامل مع الشعب بإعتباره يعني نحن أغرب للشعب يعني بإعتبارنا بإنجيس نبدو طيب أستاذة نهادي أي الموضوع ده بالذات زول عندك مشاركاتك الكبيرة في جامعة الأحفاد في غير المنظمات العاملة في بند المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات يعني الناس بيتدعو لأنه البند ده مثلا يساهم في موضوع الموية في القرى والمناطق الناية يساهم في موضوع المدارس يساهم في موضوع المستشفيات تفتكري أنه المفروض يكون في نسبة مقدرة لموضوع الصغافة دول مراكة الصغافية أكيد دقور دي شغل يعني يشتغل فوقه كتير شغالين عليه يعني فستو يعني منتو الحاجة دي نسبة كم لكن الجانب الصغافي دي شغالين فوقه من توعية المرأة من توعية الطفل ومنمسك كل طاقة الأسرة بيكون في داخل الجامعة بيكون في مراكز توعية طبعا وفي مراكز للرعاية الصحية للرعاية يعني ما بس الرعاية الصغافية في الآمن الأخيرة لأن هي بقت سمة من السمات الاجتماع الحالية يعني لازم أقول لك فيه ورشد عمل فيه يعني فيه ووربشوب فيه محاضرة تنويرية سمينار ده كله داخل مع بعضه فالجامعة تيثم بها كتير والآخرين والآخرين يعني اهتمام الآخرين اهتمام الشركات مثلا بيدعم المراكز الثقافية بيكون تدعم السبزات المسؤولة الاجتماعية دي ده بند من البند المفروض اكتب عنه لحد نهاية السنة دي للدكتوراه ايوه ان شاء الله ربا يوفي ان شاء الله لقيت النسبة دايمة بتكون انها هي اكتر من انها هي تساعد الناس دي فا اقل مما ينبغي اي فنادرا ما تجد انه يعني الناس دي ايوه 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 كامل متقامل من حيث رعاية صحية رعاية ثقافية رعاية يعني كل البنون بتاعة الرعاية وممكن كده بتتساعد في نهضة المجتمع والكوميونيتي شكرا شكرا لك نهاد أحمد شكرا جزيلا لك عبال بردو ما نفرح معاك بالدكتوراه شكرا لك شكرا لك سيدشا دبني استضافة في البرنامج حملنا التواس ومشا الله نتلاقي شكرا لك الصادق عبد الله شكرا جزيلا مشارتك معاك وانا فمانا شوفكم الناس في قناة سودانية شكرا لك شكرا لكم مشارتك معنا المراكسة الثقافية والشباب حاجة مهمة جدا نتمنى ان نكون قديرنا نقدم فيه ولو لمحة بسيطة وتصديد ضوء على هذا الموضوع الهام بقى انه نمشي على هاشتاغ لمبة نشوف اخر الموضوعات واخر الهاشتاغات والتغريدات وكل باقص على السوشال ميديا خلال الاسبوع الماضي في هاشتاغ لمبة لكم معنا